سبحان الله سبحان الله طر المهاجرة بس النبادي اول مرة سرب يمشي بدون سرب طر مهاجرة بدون سرب سبحان الله ده غالبا ده سرب لا الا طر مهاجرة ولكن النبادي الاسد سرب اذا الشمس في الغروب بالنسبة للغروب قد المأزانة ايه كانت غالبا الوضوع بتتغير غالب الغروب سبحان الله الغروب كان بيبجر مأزانة خلال ايام يعني خلال حوالي شهر شوفوا نظر الغروب الشمس بينها وبين المأزانة كم يعني مسافة بالعين مجردة ايه مسافة كبيرة جدا يعني خلف المبنى يعني مسافة بالعين مجردة حوالي ايه مئات الامتار بتظهر الكرس الشمسي بينزل روايدا روايدا الى الغروب اهو وفي حالة ايه ادى بنسجل ديه ملحوظة مهمة جدا نلاحظها برضو ان في خلق السماوات ان خلق السماوات الارض واختلاف الليل والنهاري لا ايات الاختلاف الليل كلمة اختلاف في الاية ايه تتحقق ايه ان في خلق السماوات الارض اختلاف الليل والنهاري الايات اللي يقول للالباب الذين يذكرون الله كيما وقمدهم على الجنوبين ما تفكرنا في خلق السماوات الارض ربنا ربنا ما خلقت هدى باطلنا سبحانك فقين عذاب النهار وادي الكمر هنلاجي اهو الكمر في غروب الشمس فوال النهار اهو وادي في نفس الغروب الشمس ايه هذا قدامنا غروب الشمس الغروب اهي بتميل الى الغروب الكرس خلف المبنى وادي المئزانة اللي كنا كنا بنسجلها جبل كده من حوالي شهر او شهرين اه بالضبط يعني المسافة مش بعيدة في الزمن بتغير منازل الشمس رب المشاكل والمغرب فعلا الاية اللي ارى اسみたい والموات والأرض رب المشاكل والمغرب ايه تختلف الشمس بنا اظن الله انها في اتجاه واحد لا هي اتجاه العام من الشرق وارد الغرب امامنا هو ادي الغرب امامنا بالضبط؟ اهي وادي المنطقة اللي هي فيها خروب الشمس ايه فسبحان الخالق سبحان الايات الكونية سبحانه وتعالى اياة الكونية تصدق وتؤكد الايات الكرانية صدق الله الى العظيم وكذا بالإنسان والجان فبأي آلاء ربكم تكذبها هذه غروب الشمس وهذا كرص الشمس يتغير في المنازل تجاه العام كان بجوار المأزنة وكان بيمين المأزنة منذ شهر أو شهر ونصف تغيرت المنازل مسافة بينها وبينها المأزنة هي حساس المأزنة ثابتة بالنسبة لها وقادي الشمس بحوالي 100 أمتار لو عدناه وكسناها سيرا الأقدام بالنظر المجرد حوالي 100 متر تقريبا مع المسافات طبعا البعيدة أبعد من هذا وأجل فسبحان الخالق سبحان الله الآيات الكونية غروب الشمس بس يدل على الأطيف القدير غروب الشمس يدل على صدقية كلام الله عز وجل غروب الشمس يؤكد الآيات القرآنية التي انزلت من أكثر من 1440 عاما فليت الإنسان والجان ليتهم لا يكذبان فسبحان الرحمن سبحان خالق الإنس والجان خالق الأكوان مدبر الأكوان قولوه الحق كتابوه الحق فعلينا نصدق بالحق قبل فوات الأوان فبقي ألبكم تكذبان أيها الإنس والجان هذه هي آيات الرحمن القونية تصدق آيات الرحمن القرآنية ونحن في عصر الجدل وعصر التعن في الدين وعصر التعن في القرآن آيات الرحمن تثبت القرآن حينما عجز الإنسان وضعف المسلمين في كل مكان عن الدفاع عن الإسلام إلا من رحم الرحمن آيات غروب الشمس في يوم من الأيام اختلف الزمان مسافة شهر أو شهر ونصر اختلف المسافة ما بينهوك يبذغرب أمام المأزنة يمين المأزنة ويصير المأزنة ثم بتعدد حوالي مئة متر أو تزيد فسبحان الرحمن خالق الإنسان خالق الأكوان صدق الرحمن صدق الله العظيم وكذب الإنسان وكذب الإنسان حينما يكفر بالرحمن فبقي ألبكم تكذبان قتل الإنسان مع أكفره من أي شيء خلقه من لطفاة خلقه فقدره ثم السبيل يسره فبقي ألبكم تكذبان نكذب إيه نصدق القرآن عم نكذب القرآن نصدق الرحمن عم نكذب الرحمن والعيذ بالله إنها النيران إنها إنه الإيمان ولا طريق ثاني فبقي ألبكم تكذبان عودة للرحمن فسبحان الله حين تمسونا وحين تصبحونا وبدأ حين تمسونا فسبحان الله حين تمسونا إيه اللي خليك تقول سبحان الله الآيات الكونية هاي الآيات الكونية هل اختلفت عن الآيات القرآنية هل اختلفت الآيات القرآنية في كتاب الله ألف لام مين ذلك الكتاب الله ريب فيه هدى المتقين هل هناك ريب في كتاب الله كتاب الله يصدقه الآيات أم لا تصدق إذا جحد الإنسان فآيات الرحمن فيها البيان وفيها التصديق وفيها القرآن وفيها الإيمان وفيها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في سماوات الأرض وعشية وحين تظهرون فليتنا لا نكذب بآيات الرحمن ها هي الغروب يؤكد آيات القرآن سبحان الرحمن سبحان من خلق الإنسان سبحان من خلق الزمان سبحان من خلق رب المشلقين ورب المبين سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسونا حين تصبحون وله الحمد في سماوات الأرض وعشية وحين تظهرون سبحانك سبحانك اللهم ارضى عنا واتخلنا في حيباتك الصلاحين واتخلنا في حيباتك الصلاحين نحن وزريتنا وصح وانا اللهم امين ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الإيمان ان امينوا بربكم ان امينوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفانا على ابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسيك ولا تخزين يوم القيامة انك لا تخلف المعاد والآيات اخرى والسلام عليكم